دكتور يعني انا عايز اعرف محناك رؤيتك اقتصادي هل احنا بنسير في التخطيط بشكل جيد في سيناء وامتى نقدر نقول انه قدرنا ندخل سيناء كجزء رئيسي من الناتج القومي الاجمالي بتاعنا يعني ضبع مقاررة بالموارد في سيناء لازلنا بعد مقاررة بالموارد لانا زي ما قلت هي غنية بالموارد الطبيعية وبالتالي احنا هنا يعني يهمنا ان يكون فيها نشاط اقتصادي اكبر من كده بكتير احنا ما اتكلمنا اتكلمنا على البنية التحتية يعني احنا علشان يكون لديها نشاط اقتصادي ان يستفيد منه انا زي ما سبت النائب قال من شوية سيناء ممكن تكون قاطرة التنمية انا معا جدا لو تم الاهتمام بيها اذا تمين بيها بالشكل المطلوب هتكون قاطرة التنمية في مصر وهتكون تساهم بجزء كبير جدا من الناتج المحلي ومن نشاط مصر الاقتصادي انا زي ما قلت مقاررة بالموارد اللي فيها والامكانيات اللي احنا ممكن نستغلها لا احنا لسه بعد ولكن طبعا احنا ماشيين في الطريق الصح ماشيين فيه بقلنا فترة احنا يعني ابتدينا نحصد النتائج ولكن احنا في انتظار نتائج افضل وافضل احنا اتكلمنا من شوية على البنية التحتية المرافق الاساسية مية تعليم صحة طرق كباري ده البداية وده الاساس برضو في الدولة المصرية برضو بزرد كتير في البنية التحتية الاقتصادية يعني مثلا شمال سيناء فيها ثلاث مدن صناعية بقر العبد الصناعية المسعيد المدينة الصناعية في ابو زينيمة في وسط سيناء في منطقة حرة في النوابع فدي كلها بنقول عليها وطب برسعيد في مقترب من ست مدن صناعية ومناء شرق برسعيد كمان بدأ يشد حيلو شاك مناء شرق برسعيد ومناء العريش كمان يعني حتى ان مناء العريش كان جزء من قناة السويس الجديدة قناة السويس الجديدة لما تعملت هي ليسا كان فقط ممر ملاحي ولا ممر مائي فقط تمر في السفر لكن كان مرتبط ايضا بانه تم تطول خمس مواني مناء الأدبية من مناء علو السخنة مناء العريش يتعامل لان انت طبعا هنا محتاج هيكون فيها مصانع ومناء العريش كمان مخطط لانه يفتح نشاط اقتصادي اخر اللي هو السياحة كسياحة يخوت مرينة يكون في مرينة يخوت زي ما وجودة في سلام مصر برضو مدينة برسعيد سلام مصر مدينة جديدة سهل وصول السياحة عن طريق السفن وفي شمال سيناء زي ما كان حضرات برضو بتقول ان احنا عندنا شواطئ كتير مش مشتغلة في سيناء طبعا بالفعل يعني يمكن النوجود اكتر من نقطة في مصر مقاصد سياحية بتقصدها السياح طبعا دي حاجة مهمة كمان عندنا جنوب سيناء نوبع دهب رأس شطان رأس محمد دي كلها نقط بتجذب السياح وبالفعل فيه سياح بيجوها عشان يستمتعوا بالاجواء والجو الجميل وهيخش مفروض مشروع التجلي الاعظم قريب يعني طبعا كلنا في انتظار طبعا هو مشروع ضخم وعظم طبعا كلنا في انتظاره بيخلص بيخلص سيد كاتيرين طبعا هيعمل حراك سياحي طبعا وإحنا بنعاول على السياحة يعني السياحة برضو بنعاول عليها لان سريعة يعني أداءها سريع وبالضبط وعملة صعبة وكمان يعني التجلي الاعظم ده هيستجذب عشرات الملايين من السياح الأجانب اللي هم عايزين يحاكوا رحلة السيد المسيح طبعا وكان يمكن الفاتيكان اعتمد من بضعة سنوات انه هو اعتبر مصاري السيد المسيح في سيناء كأنه حج وبالتالي ده هيكون ليه تأثير طبعا مهم جدا عن نشاط الاقتصادي السياحي اللي هو يمكن الى الآن يمكن النشاط السياحي هو أساس الشغل في سيناء وإحنا نتمنى ان يتم التطوير ليس فاقة سياحة ولكن زراعة ونستفيد من الموارد المعدنية والمعادئ اللي موجودة في سيناء طبعا سيناء على فكرة فيها دهب فيها رخام فيها فوسفات فيها غنية بالموارد طبعا رمال برضو رمال اسود رمال سودة ورمال بيضة يعني يعني اقول لحضرتك على حاجة يعني ابناء سيناء اطلقوا في الفترة الاخيرة زراعة مئة مليون شجرة زتون مئة مليون شجرة زتون يعني ابتدوا الناس يعني دي مبادرة هتتبنىها يعني كل ابناء سيناء هتبنوها خلال الفترة القادمة لانه نحن بنشوف بنشوف زيت الزتون ده سوق عالمي يعني برميل زيت الزتون ممكن يوصل اكتر من عشر تلاف دولار برميل بترول بكات فولده ليه سوق عالمي يعني مش سوق محل والسوق المصري كمان محتاجوا فالارض الزراعية يعني عندنا وبعدين المواطن السيناء وبيعرف طبيعة الارض لانه ايه الارض الزتون ما بتحتاجش مياه زي هزي ايه زرعة غامرة وحاجة شجرة الزتون مرتين في السنة او ثلاث مرات تسجيها بتستمر وشجرة معمرة بتقعد اكتر من يعني بتوصل لسبعين تمانين مئة سنة شجرة الزتون بالاضافة انها بتحتاجش آلات رش كتيرة او خلافة اه يعني عندما تتوافر الارض السياسية ان شاء الله في الفضل يعني هي متوفرة وموجودة لخلق فرص عمل في سيناء اه كل الشباب في سيناء لازم يعمل لانه عدم العمل في اه لهذا الشباب ممكن ينحرف بالافكار المتطرفة التي تقودنا ممكن اللي وراء عشرة السنين اهنا عنينا خلال فترة اللي فاتت وعنينا ايام الاحتلال اسرائيلي ولكن اه خلال فترة القادمة ان شاء الله الدولة انا شايف انها موجهها كل امكانياتها موجهها كل فكرها للتنمية والتعمير في سيناء وخلق فرص عمل الشباب خلال المرحلة القادمة ويمكن في الفترة الاقيرة يعني كان اه اللواء خالد مجاور محافظة اه شمال سيناء يعني بعتبره خلال فترة الجديدة ده هدية من القادة السيسية لسيناء بينزل الو شهر ونص أو شهرين بينزل المواطنين بزور القرى بزور النجوة بيستمع منهم البتاع فكره وبقول ابو قال انا جاي للتنمية والتعمير في سيناء يعني توصل الحكومي بقى احسن على اول جدا وهو بيأكد في كل لقاته ان انا جاي عشان التنمية والتعمير محافظين السابقين عملوا في الظروف صعبة جدا اه سواء اللواء حرحورة او اللواء شوشة كان حرب على الارهاب وكانوا بيعملوا لكن الحمد لله بعد تنظيم سيناء من الارهاب تماما اه اللواء خالد مجاور وكان رجل اه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن سيناء لانه كان مديرا لمخابرات الحربية فبالتالي اه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن سيناء ويعرف اين يتم التنمية والتعمير فيها وان شاء الله احنا مستبشرين به كابناء سيناء كل خير في هذه المنطقة